كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوما ونحن على أبواب فصل الصيف الفصل الذي تكثر فيه الأفراح والمصرات والذي تعقد فيه الزيجات وعقود القران خصوصا وأنه تقارن مع شهر شوال الأبرك دوما حديثنا عن القفص الدهبي عن الزواج وعن الحياة الأسرية الطيبة موضوعنا الليلة عن الجمع بين الزواج والدراسة هذا سؤال كبير هل يمكن للإنسان أن يجمع بين الدراسة والزواج؟ بعض الشباب الذين يريدون أن يتعجلوا تكوين الأسرة كنا في حلقة سابقة تكلمنا عن تأخر سن الزواج والذي إذا طالت مدته تحول إلى عنوسة بالمقابل هناك شباب دكورا وإنات يتعجلون الزواج في سن مبكرة حتى في عصرنا هذا عصر الذرة والمجرة وعصر الأنترنت وعصر الحدثة وما بعد الحدثة هناك أيضا شباب في عائلات جليلة يرغبون في الزواج مبكرا فالسؤال الذي يطرح هل يمكن للتلميدة أو الطالبة وهي تدرس هل يمكن لها أن تتابع دراستها ثم تنجح في الدراسة وفي تكوين الأسرة والقيام بأعبائها أم أن الأمر يبدو صعبا إلى وقت غير بعيد كان الزواج من أبرز الأهداف التي تضعها الفتاة نصب عينها كانت دائما المرأة بالنسبة إليها الزواج هو غاية أمنيتها حتى أن في بعض العائلات البنية من يلاكت بلغ سنتين كيث قبولها وإذنها وكيث غرتولها وكأنهم يتفائلون لها بالزواج دائما الغاية للمرأة هي الزواج هذا أعتقاد والتصور كان إلى وقت غير بعيد لكن اليوم في ضرفي الراهنة لم يعد الزواج بهذه اللحفة وأضحى مشروعا مؤجلا عند الكثير من الفتيات خصوصا في المدن الفتاة قد تبلغ العشرين سنة والخمسة والعشرين سنة والثلاثين سنة والخمسة والثلاثين سنة ولا تزال تدرس تحصل على الباكادوريا ثم على الإجازة ثم على الماستر ثم تطمح للحصول على الدكتوراه المهم أن تحصل على شهادة عدية فلم يعد الزواج مشروعا استعجاليا بل صار مشروعا مؤجلا لأن المشروع الذي أصار اليوم عند الكثير من الفتيات وهو مشروع الأهم إكمال الدراسة السؤال المطروح هو أيهما أهم بالنسبة للفتيات هل أنها تتزوج وتحصن نفسها وتكون قفصا ذهبيا وتعيش في تبات ونبات وتخلف صبيان وبنات أم أنها تدخل غمار الدراسة وتسافر إلى خارج أرض الوطن ربما إلى فرنسا أو إلى كندا أو إلى إحدى الدول الأسيوية لكي تستكمل دراستها وتحصل على الشهادة العليا أيهما أهم لا شك أن الزواج هو حاجة فطرية وهو مطلب شرعي يحقق المصالح مصالح الفرد الدنيوية والأخروية الزواج به تنمو البشرية الزواج به تتكاتر الأمم ولهذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد لهذه الأمة أن تتكاتر كان يقول تزوج الودود الولود تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم هذا كلام ربما كان في عهود قديمة عصرنا هذا هل يمكن التوفيق بين الدراسة والزواج الملاحظ أن الكثير من الطلبة والطالبات اختاروا الجمع بين الدراسة والزواج بل وحتى العمل فعلا البعض كانت تجربتهم ناجحة توفقوا إلى حد بعيد فاعتبروا الزواج حصانة ووقاية فلم يقع فيما يقع فيه الشباب من مغامرات عاطفية ووقع في الحرام وفي علاقات غير مشروعة بالنسبة إليه تزوج وهو طالب في الجامعة صار عنده حصانة ووقاية وأيضا لزوجته وتزال هي لا تزال في ربيع العمر أيضا تشعر بالحصانة والوقاية وشعروا بالمتعة لأن المتعة في العلاقة الزوجية في سن مبكر هي ليست كالعلاقة في سن متأخر لأن الكثير من الخلايا والهرمونات تدبل وتكبر ولكن في سن مبكرة يحصل معها الزوج والزوجة وهم شباب صغار متعظمة ثم يشعرون بالاستقرار وبالسكن تجده دائما في بيته بعد غروب الشمس وتجده دائما مستقر مع العائلة بخلاف الأعزب تجده دائما يبحث عن علامة استفهام دائما يخرج ولا يأتي إلى وقت متأخر من الليل ويبحث عن مغامرات هنا وهناك وقد يتلقى أخطار ثم هذا الذي تزوج وهو طالب ربما أنه قد ينجح حتى في الدراسة لأن الدراسة علم ونور وبصيرة وإذا كان هناك استعداد قوي يستطيع أن ينجح ويستطيع أن يحصل على الشواهد المطلوبة فيضرب عصفورين بحجر هذا هو الواقع الكثير من الطلبة والطالبات الذين اختاروا الجمع بين الدراسة والزواج توفقوا لكن ليس كلهم هناك فئة أخرى وقعت في حي صبيص وشعرت بالهزيمة ولم تستطع التوفيق بين الزواج ومتطلباته وبين الدراسة وبين المصاريف والأعبال الأسرية وبين البحوط العلمية اكتشفوا أنهم تسرعوا وأنه اتخذوا القرار الغير السليم وأخفقوا ومن تم صارت حياتهم كلها متاعب نريد أيها الأحباب الكرام أن نوضح الصورة لكي تكون جلية لأبنائنا وبناتنا الذين هم قادمون في الطريق طريق الزواج والدراسة نؤكد أولا بأن العلم هو فريضة والزواج هو نصف الدين العلم حق من حقوق الإنسان في عصرنا هذا وخصوصا الفتاة التي كانت منذ زمان محرومة من دراستها لكن الذي يبدو أن الكثير من الفتيات في عصرنا هذا صار العلم والدراسة بالنسبة إليهن يشكل قوة داعمة المرأة المتعلمة كتشعر بأنها قوية وأنها مدعومة وكلما حصلت على مستوى دراسي رفيع زادت ثقتها بنفسها لأنها تتمنى أن تكون زوجة متعلمة لا تريد أن تكون زوجة ربس بيت زوجة فقط تستقبل وتتلقى المعلومات وداما تبدو بأنها في الصف الثاني لا تريد أن تشعر بأنها بالنقص أمام زوجها تريد أن تشعر المرأة المعاصرة بأنها أم متقفة تساعد أولادها من خلال الخبرة المحصلة عليها أحيانا النساء يلاحظن بأن بعض أخواتهن من النساء عاكسهن الزمن ووقع لهن الطلاق وصارت المرأة بنون عائل لا زوجها يريدها زوجة يقول خلاص وقع الطلاق أخذت النفق والمتعة متسال نيولو فتنقطع العلاقة بينها وبين زوجها أبوها رجل مسلم وربما قد يكون قد مرض أو مات فلا يمكن أن يساعدها أخوها عنده مشاكل وعنده مسؤوليات غير مستعد ليقدم لها المساعدة على طول ابنها لازل صغير يحتاج إلى المساعدة ثمن وعلى من تتكل هذه المرأة المطلقة وهذا هو واقعنا واقع المطلقات أن المرأة تشعر نفسها بأنها في دائرة مفرهة لا الزوج يرحمها ولا الأخ يساعدها ولا الأب يحتويها ولا الإبن يضمنها هنا تكون المرأة الحاصلة على شهادة عليا وقادرة على العمل تكون آنداك تشعر بالثقة بالنفس وهي قادرة على إعالة نفسها بنفسها لا تكون مضطرة إلى مد يد المساعدة من ثم نلاحظ بأن الكثير من المراقبين والمتابعين يرون أنه في عصرنا هذا من الأفضل للفتاة أن تستكمل الدراسة أولا ثم بعد ذلك تفكر في الزواج لأن الشهادة حسب ظن الكثير من هؤلاء أنها في هذا الزمن هي سلاح إذا كانت تتوفر عليه تحمي نفسها وأيضا الزواج هو مسؤولية كبيرة ويمكن أن يقف عائق للفتاة يمنعها من استكمال الدراسة فالفتاة تكمل المدرسة أو الجامعة وبعدها تتزوج هذا والرأي السائد عند الكثير من الملاحظين لكن يبدو بأن هناك المؤيدون المؤيدون هم الذين عاشوا تجارب ناجحة في أبنائهم وفي محيطهم لاحظوا بأن فعلا أن بعض الطلب والطالبات وهم في مقتبل العمر تزوجوا ونجحوا ورأوا بأن ذلك ليس مستحيلا سيما إذا كان هناك نوع من النظام والترتيب للوقت وإعطائك الذي حق حقه خصوصا لما رأوا بأن هذا الزواج له إيجابيات كبيرة فالشاب المتزوج والشاب المتزوج يشعران بالسعادة ويشعران بالاستقرار النفسي والشاب إذا تزوج هدأت نفسه كاللحظ الشباب الغير المتزوج دائما عنده فوران وإسألوا الأمهات والأباء لعندهم أولاد وبنات يدرسون في الجامعات وفي المعاهد العليا كما يصدمون لما يرأى بنته ربما عندها مواعدة مع شاب أجنبي وكل يوم لها مواعدة مع شاب جديد انظروا إلى حال الأمهات لما تشعر بأن ابنتها صارت تدخن أو تلبس لباسا غير محتشم وإسألوا عن الأبناء الذين دائما يطالبون والديهم بالمزيد من الأموال لينفقونها على الصهر في حين إذا تزوج الشاب وهو طالب مع شابة طالبة فإنهما يسرعان بعد الجامعة للدخول إلى بيتهما إلى عشي الزوجية وهناك يحققان معا الاستقرار النفسي والعاطفي ويستطيعان في وقت وجيز أنهم يستكملون الدراسة الجامعية ويحصلون على أولاد صغار ويضربون بحجر واحد عدة عصفير ويكون ناجحين هذا ما يراه أصحاب النظر الإيجابي المؤيدون لكن المعارضين يقولون إننا ما نراه من ذلك الشيء الكثير الكثير من الزيجات الذين تزوجوا مبكرا عانوا من الآثار السلبية فمثلا الرجل الشاب لا يستطيع تحمل الأعباء المادية قد تكون قاسية للغاية فهو عليه أن يضمن السكن وأن يضمن الطعام واللباس ويضمن العلاج والمرأة عند الوحم والطفل إذا إسدان فهناك نفقات كثيرة وأيضا الفتاة لا تستطيع أن تستكمل الدراسة فإنها أيضا ستواجه الحمل وتواجه الوحم وتنقطع لفترات كثيرة عن حضور الفصول الدراسية وحينما تضع المولود عليها أن تتغيب لفترة ثم عليها بعد ذلك أن تنشغل عن دراستها برعاية الأطفال وأيضا بالاهتمام بشؤون الزوج وصعب جدا هناك الأعباء الواقعة على الزوجة من حيث أعمال المنزل والضيوف والعائلة والارتباط الدراسية فعلا أن ذلك قد يكون فيه نوع من المسؤولي الزائدة لكنه يبقى حلما ورديا أي نعم هو حلم وردي هناك الكثير من الأوساط الذين دفعوا أبنائهم وبناتهم للزواج وساعدوهم الأم والأب والأسرة تضمن لهذا الشاب أنه له المسكن وله الطعام والشراب والنفق اليومية وحاولوا أن يساعدوا هذا الشاب والشابة لبناء الحلم الوردي لأنه مدى سوف ينتظر سنوات الانتظار ستمر كلها في الأحلام الغير الواقعية وفي معاناة نفسية كثيرة إلا أنه إذا وقع لابد من أن ترسم الفتاة والفتاة ملامح خريطة لأهدافهما حتى تنجح في تسيير دفة الحياة الجديدة دون تقصير في أحد الجوانب ولابد لأهل الزوج أن يكون لهم دور داعي ومن ذلك ينصح لأي فتاة سبق لهوة أن تزوجت وهي لا تزال في طور الدراسة عليها أن تراعي بعض الأبعاد من بينها أن تحافظ على القدرة الجسمانية والصحية حتى تتحمل مسؤولية الحمل والولادة لأن الحمل والولادة وما يسبقهما من وحم وبعدهما من نفاس هذه كلها طاقة إذا كانت الفتاة صغيرة وتحملت هذه المشقة فعليها أن تحافظ على قدرتها الجسمانية ما يبقى لهو حد شطر للدراسة والتحصيل العلمي أيضا عليها أن تحافظ على النج النفسي بالإضافة للقدرة الجسمانية والصحية النج النفسي تستوعب الأدوار الاجتماعية المطلوبة منها هي لم تعد مجرد فتاة ستصير زوجة ومن تم أم وتبقى طالبة يعني صعب جدا تركيبة مزدوجة أم وزوجة وطالبة وتكون في بيتها مع زوجها زوجة تحقق له السعادة مع طفلها الجنين الصغير أم تضمن له الحنان مع حائلة الزوج أنها مسؤولة ثم في الصباح تذهب إلى الجامعة أو إلى المعهد لتتابع الدراسة وتبدو كطالبة لا تازل في مكتب العمر هذا كله يقتضي منها تنظيم الوقت بشكل جيد جدا تنظيم الوقت هذا الذين نجحوا في الجمح بين الدراسة والزواج كانوا موفقين في تنظيم أوقاتهم وهنا نحتاج إلى قوة الإرادة وإلى صدق العزيمة وتنظيم الوقت اختوازن بين متطلبات الدراسة ومتطلبات بيت الزوجية وأن لا تجعل المهام تتراكم عليها لابد أن كل يوم تقضي حاجته وأحيانا هؤلاء الفتيات التي يجمعن بين الدراسة وما بين الحياة الزوجية ينصح لهن أنهن في نهاية الأسبوع يعملن بعض الأكلات الخفيفة ويتم تخزينها في التلاجة لكي يوفر وقتا لأن الوقت لا يكفي للزواج والدراسة وشؤون البيت وخصناء الطبخ والطعام فهنا ممكن أنها مع زوجها بشكل فيه مداعبة داخل المطبخ يقومان بإيجاد الأكل أكلات خفيفة وتخزينها في التلاجة ثم يسهل تسخينها واستعمالها وينصح كذلك عدم إهدار الوقت مع الصديقات لأن الشابة في هذا السن تكون مغرمة بالهاتف والحديث الذي فيه مدعبة مع الصديقات وهذا قد يضيع على الوقت لم تعد بريئة ولم تعد لنفسها هي صارت مملوكة لغيرها لابد أن توفر الوقت للاهتمام بالبيت والدراسة وتختصر في الصديقات والمحادثة الهاتفية الهامشية لكن هذا لا يعني أنها لابد أن يكون لها وقت للترفيه والخروج مع الزوج في أوقات الراحة والإجازات هناك عطل لابد من الترفيه لأن الإنسان ضغط العمل ضغط الدراسة وضغط الشؤون البيت قد يؤدي إلى نوع من الضغط النفسي لابد من توفير التوازن النفسي لإنعاش القدرة الدهنية ولمعاودة تحمل المسؤولية إلى قد الله تعالى وتزوجت الفتاة وهي تتازل طالبة عليها أن أنها تنصح زوجها دائما بأن يكون دعيما لها يدعمها ويشكل ركيزة أساسية لنجاحها فوراء كل امرأة عظيمة رجل صبور ووراء كل رجل عظيم امرأة امرأة عادية لكن امرأة عظيمة وراءها يقولوا إما رجل صبور أو حب فاشل النساء العظيمات دوماً هكذا إما وراءها رجل عظيم أو حب فاشل جعلها تعبر عن قوتها لتحقق النجاح ثم إلى قدر الله تعالى وجاءت وقت الدراسة والامتحانات وهي عند طفل صغير رضيع هنا لابد للزوج أن يعينها على رعاية الطفل الصغير وأن لا ينفعل لأنك يوقع الانفعال الزوج يقول لنا لست أنا الأم أنا الأب أنا أنفق والأم يردت ربي لابد أن يكون هناك تعاون مع الأطفال الصغار وأيضاً لابد أن يعتذر عن قبول الضيافة لأن المتزوجين عادة تنجي كتعدم الضيافة كثيرة كتجي العائلة للزوج وعائلة الزوجاء والأصدقاء والعمومة والأخوال وليس لها وقت المرأة التي تدرس عليها أن توفر وقتها لالامتحانات ولا تبقى دائماً في الضيافة حتى تنهي هذا الموسم هذه ضريبة النجاح وهذا يتطلب منها ترتيب الوقت وترتيب كل شيء ووضع كل شيء في مكانه فهكذا أيها الأحباب الكرام هناك قصص ناجحة كثيرة لمن تزوج مبكراً واستطاعوا أن يحققوا التوازن بين متطلبات الزواج والنجاح في الدراسة ولكن أيضاً هناك قصص فاشلة لم تستطع أن تستمر لعلكم أيها الأحباب الكرام عشتم لحظات وحالات من هذا القبيل إما مع أنفسكم وإما مقربين إليكم لعلكم تحكون لنا عن قصص ناجحة أو فاشلة نأخذ منها العبرة والعظة أما عن الخلفات الزوجية فهذا أمر طبيعي أمر طبيعي إذا تزوج سواء كانوا طالبين أو كانوا كابينفستين لا بد أن تقع الخلفات الزوجية والوضع يحتاج إلى نوع من المعالجة حتى لا يتفاقم البعض يقول لا نتزوج ولكن نتركها خطوبة خطوبة يعني أن الشاب في الجامعة يخطب الفتاة وتبقى طيلة طيلة الفترة الجامعية هي خطوبة وتعارف وخرجات ومواعدة وحينما يحصلان على الشهادة العليا أنا ذاك يتزوجان هذا رأي آخر يقوم ببعض الناس ومنهم من يقول هو زواج مع وقف التنفيذ يعني يتزوجان ويعقضان قيرانهما زوج مع زوجة ولكن كي تسمى في الشرق زواج فرند زواج فرند يعني كتبقى البنت في دربها كتبقى كأنها طالبة عادية والابن توقف في دار والده كان طالب عادي ولكن هم متزوجان ويلتقيان ويخرجان ويدهبان كأنهم صديقان وكل حسب قناعته أنتم أيها الأحبة الكرام حسب ما تقتنعون به وما ترونه مناسبا لأوساطنا المغربية خصوصا في الضرفية الرهنة ما هو الأنسب للعائلة والأنسب للنجاح هل الزواج المبكر في سن الدراسة أم تأجيله حتى بعد التخرج والحصول على العمل أم تكون خطوبة فترة الدراسة تنتهي وتتوج بعقد قران بعد التخرج الكلمة لكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 مرحبا بكل المكالمات نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا